اهلا بكم قال مصدر عسكري عدد من الوحدات العسكرية للقوات المشتركة والمرابطة في الحديدة انسحبت من مواقعها الى مدينة الخوخة على بعد 163 كم جنوبية مركز المحافظة وانقلت وكالة الانضول عن المصدر قولا ان اللواء الاول والخامس والسادس عمالقة واللواء الحادي والعشرين انسحبت من مواقعها في الخطوط الامامية بجبهات الساحل الغربي واضاف ان اللواء الخامس الذي يقوده ابو هارون اليافع والسادس الذي يقوده حمدي شكري واللواء الاول مشا الذي يقوده وزير الدفاع الاسبق هيثم قاسم طاهر انسحبت الى مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة فيما تجه اللواء الاول بقيادة رائد الحبه الى منطقة بير احمد بمحافظة عدن وفي سياق متصل تقدمت ميليشيا الحوثي في مواقع عدة بالحديدة بعد انسحاب القوات المشتركة من الاماكن التي كانت تتمركز فيها شرق وجنوب المحافظة قالت مصادر محلية ان الميليشيا سيطرت على مجمع اخوان ثابت ونشرت مسلحيها وسط المجمع ومحيطه في سياق ظهر احد الجنود في مقطع مصور وهو يتأسف لمغادرة الالوية العسكرية مواقعها بالحديدة وتسهيل مهمة الحوثيين للسيطرة عليها اصيب مدني منفجار عبوة ناسفة في مديرية الوادي بالمحافظة مأرب وقالت مصادر محلية ان عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من منطقة الكولة واصيب سائقها وكانت مدينة مأرب قد شهدت انفجار عبوات ناسفة في وقت سابق زرعت على الطرقات العامة ومداخل المدينة قالت بعثة الصليب الاحمر انها ستعمل على زيادة وتنويع تدخلاتها الانسانية والاغاثية القادمة وتقديم المساعدات النقدية وبرامج الحماية اللازمة للنازحين والمهجرين حديثا في محافظة مأرب جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مع رئيسة بعثة الصليب الاحمر في اليمن كاترين ريتس واناقش اللقاء الوضع الانساني الماساوي الذي تعانيه الاف الاسر المهجرة قسريا بسبب استمرار حرب ميليشيا الحوث على مناطقهم من جانبها قالت رئيسة بعثة الصليب الاحمر ان الوضع الانسانية الراهنة في مأرب تستدعي تضافر جهود الجميع لتقديم المعونات العاجلة لمئات الالاف من النازحين في المحافظة رحبت الحكومة بادراج مجلس الامن الدولي ثلاثة قيادات في ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات العممية وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ان المشمولين بالعقوبات اوغلوا في الاجرام والانتهاكات بحق الشعب اليمني واسهم في تهديد امن السعودية والتسبب باكبر كارثة انسانية في اليمن واكد البيان استمرار تعاون الحكومة مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع اعضاء المجتمع الدولي لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرة الرامية للتوصل الى سلام نهاية الموجز في امان الله اشتركوا في القناة